موسيقى متابعي سبوتشاط حلقة جديدة من برنامج الحكب الأرقام تنطلق بهذه الأسناء وضيف اليوم بهذه الحوار الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي دكتور جباعي أهلا وسهلا فيك معنا اليوم عبر سبوتشاط تحية لك ولجميع المتابعين من الشروط المسبقة لأي اتفاق مع صندوق النقر الدولي تعديل قانون رفع السرير المصرفية وإكرار الكابتال كنترول أين أصبحت هذه الكوانين؟ لا طبعا صندوق النقر الدولي عنده عدد شروط فردة على لبنان ومنها اللي اقتضلت فيها حدل طارق السرير المصرفية والكابتال كنترول هنا نبلش اليوم أول بداية بالسرير المصرفية بالتأكيد فيه مطالب لتغيير النمط القائم بملفع السرير المصرفية بالبلد علم أنه هذا القانون له عشرات السنوات موجودة في لبنان وإله حيثيات إيجيبية كبيرة مع بعض بالتأكيد قد يكون بعض الحيثيات اللي بحاجة لها تعديل هل سألتني شو رأيي بالموضوع تعديل السرير المصرفية أو للغاية جزء مننا بلقى أنا بالتأكيد مع تعديلات وإصلاحات يعني ممكن تحسن الوضع الرقابي بالبلد وتقدر طبط تحويل الأموال أو أصحاب رؤوس الأموال اللي هن استفادوا من الدولة اللبنانية بشكل غير سليم أو في شبهة فسد ولكن كان عندنا اعتراضات من البداية على بعض البنون المتعلقة بكيفية رفع السرير المصرفي قدمنا ملاحظات للجان نيابي وفعلاً صار في بعض التعدلات وهلأ عميل حكا أنه اللجنة المصغرة بلجنة المنوى الموازنة أقرت الرفع السرير المصرفية عن بعض الأموال وبعض التعدلات وحتروح لجلسة بعد عشرة أيام تقريباً بالمجلس الأمنيابي حتى يصوت عليها بس برضو مرة تانية المدعي اللي جان نيابي لدراسته أكتر للقانون لأنه قانون قد يكون ملغوم ببعض البنود ممكن يتساهم بأشياء عكسية يعني مثلاً اليوم نحن اللي كنا متخوفين منه رفع السرير المصرفية أو الغاءة بالمطلق عن جميع الناس ممكن يساهم بكشف البلد مثلاً بالأرقام مقابل شهاد غربية ممكن يمنع بمكان معين دخول أموال من بره لعننا وخاصاً نحن نعرف قطاع المصرفي اليوم عم بيعاني ولكن بعد فترة بالتأكيد بأي خطة إصلاحية حيرجع لكطاع المصرفي للأسابق عهد وسواء نفس المصارف عملناهم إعادة هيكلي أو إعادة رسميلي أو جبنا مصارف جديد أو عملنا توحيد للمصارف يعني combination بين مصارف بكل الأحوال حنرجع لكطاع المصرفي لأنه ما فيك تدير بلد بالنهاية بل كطاع مصرفي حيكون ممتع الأساسي للأصلاح فمن بعده يخاف أنه موضوع السرير المصرفي إذا نلغب بطريقة عشوائية دون الانتباه يأثر على قنوم الأموال على البلد أنه بالنسبة لأننا نعرف كمان السرير المصرفي مهمة بتجذب رسميل بتجذب تحويلات وممكن نحن خايفانين تستغل مثلاً بمكان ما لا بحاجة أنه والله مقافحة الإرهاب أو غيرها قلنا عم تستاذف شخصيات محددة يعني بتحويل أموال من بره على البلد ممكن هذا الأدى يساهم بمزيد من الحصار الاقتصاد إذا هيك طلبنا بعض التعديلات على عرون السرير المصرفي وعدنا خير صار في بعض التعديلات شو أقرت اللجنة الميل؟ شو السيغة لهالأنون؟ هلني كان فيه قانون مقدم من الحكومة اللبنانية شو مضمونه؟ يتضمن أنه رفع السرير المصرفي بالمطلق عن الجميع لا اللجنة قررت أنه لا فيه رفع سرير المصرفي ولكن عن جهات محددة يعني اليوم ما فيني أنا مين مكان رفع عنه سرير المصرفي بدي يكون أول شي شو وظيفته مظهر في كتاع عام استفاب من المال العام في شبهة طبيعية أموال مصدر الأموال بدي يكون فيه شي ملموس قبل الذهاب لموضوع رفع السرير المصرفي ما بيقدر مين مكان أو أي جهة كانت ترفع السرير وتكشف البلد بهذه الطريقة يعني هيدا اللي كان تخوفنا قال لأ اللجنة قررت تعديلات وقالوا على لسان رئيس اللجنة النائب وهين كان عنه فيه جهات محددة يحددوها مثلا ببعض اللجان اللي علاءة بالقضاء أو متابعة الشؤون بشكل عام على أنه ما تنقشف الأمور بشكل سلس وسهل أمام الجميع هذا مهم ولكن أنا برأيي كمان لازم نتقنى أكثر بعد لأن أنا مني قانوني أنا اقتصادي فيه أمور قانونية قد يكون ملغومي بهذا القانون ندعو للدراسة بشكل أكبر ومعمق أكثر للانتباه من جوانب ولكن بالنهي كإصلاحات نحن نطالب بالإصلاح شرط ما يكون تحت حجة الإصلاح ضرب كطاع مصرفي ضرب مستثنين وغيرا برأيك ليس صندوق النقد الدولي طالب قانون تعديل رفع السري المصرفي هلأ ستجي رأيي الشخصي أنا لا أسك بصندوق النقد الدولي ولا بمشغلين صندوق النقد الدولي أنا شخصيا ضد الثهاب بهذه الطريقة على صندوق النقد كلمة 30 مليار دولار من أهل مصدر الوحيد من أهل مصدر الوحيد فيه كتير طرق اقتصادية موجودة بالبلد قادر الدول اللبنانية إنها تستفيد منها بمبالغ أكبر بكتير بـ 3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي صرفنا أكثر صرفنا نحن على الدعم 11 مليار دولار فقط بحكومة تدعيس حساني دي بغير 7 مليار اللي راحوا على البنزين اليوم أنت إذا أعطيك مسألة بسيط يعني كأكزامبل اليوم ما نست سيرفة بـ 7 شهور صار في يعني على بغد أن نزح دشت الخسارة أكثر من 5 مليار دولار تقريبا لدعم البنزين والمحروقات والأميح وبعض المؤسسات الأخرى التجارية وبعض الأفراد فـ 3 مليار دولار ما بيستدعوا أنا برأيي هذا الانبطاح المطلق من الكوى السياسية اللبنانية مقابل شروط صندوق النقد لأنا أساسا بعتبر قد يكون فيه هدف منه هو الضغط ومزيب من الحصارة على لبنان لأرغامه على بعض التنازلات بترسيم الحدود البحرية وأيضا بعض التنازلات السياسية الأخرى لهيك أنا بشوف أنه أوكي أنا بش ضد اتفاق مع صندوق النقد على أنه ما يكون أنه هذا هو الحل الوحيد أو الملخى الوحيد لحل المشكلة الاقتصادية أو المالية بالبلد مثل ما عم بتروش بعض الكوى السياسية منه صحيح اليوم الدورة اليدنانية عندها ممتلكات وعندها عندها اليوم مشاعات للدولة بس بتقدر تثمرها بتقدر تأجرها أنا معبولة بيع أكيد بنقدر نعمل صندوق استثماري تعافي حقيقي نشوف نحنا ومن في عنا هدر ضريبة موجود ومن في عنا إشي قادرين نوقفها ومن فينا نستفيد أكثر في عنا تحسين كتاعات الدولة نعم الخسخصة والشراكة بين كتاع العام والخاص صدقني هؤدي كلهم أنا يعني هدى وقت نعمل دراسة بسمين أدراني ديرهم هو دكتور بغض النظر اليوم أنت ما فيك تكلمين أدراني دير الإصلاحات بنفس الشي أنا اليوم ما بقدر تأجي قول ما قادرين ندير صندوق استثماري أو تفعيل الكتاع العام عبر شراكة مع كتاع خاص أو استغلال وليدات الدولة وإرادات الحقيقية أو بنع التهرب الضريبة أو تحسين الضريبة مثلا على الثروة مثلا ما فيني أجي يقول اليوم أنا ما فيني يديره بس أنا بقدر سلم المطلق لأصلحات صندوق النقد ما هي قبل أن نكون مواضحين اليوم أنا ليش بدي نروح أدور على الشي الأصغر بالاقتصاد والمال لا أنا عندي باب أوسع للاستفادة أنا برجع بقول لك أنا مع اتفاق مع صندوق النقد شرط يكون متوازن وما يكون شروط قاسية على لبنان بالمطلق ممكن نتمس بالسيادة الوطنية وممكن نتمس أيضا بنظام الاقتصاد اللي نحنا أساسا نحنا نعرف أنه في قلبه خلل ما كان فيه نموم متوازن نحنا عمد إلى النموم متوازن كون اقتصاد رعي وخدماتي زي زراعة وصناعة ولكن بنفس الوقت أنا ما فيني سلم لشروط مطلقة من دون ما يكون منتبه يعني هذه العجلة والسرعة قد ضر بالاقتصاد اللبناني أكثر من أنها تفيده لهنا عام قل لك أنا ما بقدر يجي يقول أنا بالمطلق مع صندوق النقد وأنا بدي أطفق مع صندوق النقد وبدي سلم مفاتيح البلب بالقانون وبالاقتصاد وبالمال لصندوق النقد مقابل مبلغ زهيد جدا لا ما حيقدم ولا حيأخر أنا أقول لك كيف يفيدني صندوق النقد ممكن يفيدني صندوق النقد بإعادة الثقة للاقتصاد اللبناني وبعض الرقابة ولكن فعليا بالأرقام وبالمال هو ما حييفيدني كتير لأنه ما حيقدم لي المبلغ المطلوب برجع بعد خدثك قلت نحنا أهدرنا من سنتين لليوم آخر مع تفعيل المشاط الاقتصادي واستغلال مثلا الدول ما تمتلكه من مشاعات اليوم موضوع اللي يد عليها من كبه الكوة السياسية مع تفعيل هذا الأمر زائد كمان التوجه بشكل سريع على موضوع التنقيب عن الغاز والنفط يعني نحن عمنا إمكانيات أدنين نستغلها ولكن ما بنقدر نسلم بالمطلق لصندوق النقد دولي لحاله هو صندوق النقد مع أمور أخرى ممكن إلا أكيد نحن بحاجة لهذا الأمر نحن بظل هذا التعطيل اللي صاير والدولة اليوم معطلة بشبه 90% بكل وزاراتها ومؤسساتها نحن اليوم شو نطرين ما بناخد الأرار يعني مين الجهة المعطلة برأيك أنا برأيي اليوم أرار أصدق بموضوع الترسيم لا الإنكاز يعني خطة الإنكاز يوم خطة التعافي للأسف إذا أنا بطلع فيها للأسف ما عم بكون خطة التعافي شاملة يعني ما عم يتفعوا عليها كل الكوة السياسية مع بعض عم تتقدم من فريق سياسي محدد كل فكرته بخطة التعافي هو فقط شطب أموال المودعين ومحاربة الكطاع المصرفي يعني بدي يحمله بكل بساطة بدي يحمله كل خسائر للأزمة بالدرجة أولى للمودعين والدرجة التانية للكطاع المصرفي وبدي يحمه الدولي أو بدي يحمه السلطة اللي كانت حاكمة وليه أساسا أيضا سبب بالخسار أنا ما عم برق أكيد الكطاع المصرفي اللي بيتحمل جزء بتأكيد من المسؤولية وجزء منه سهد من المسؤولية أنه غامر وخاطر لما راح أدين هيد المسار للمصرف في الدولة بس نفس الوقت ما فيني يحمل كطاع المصرف للحال لأنه أولا ما عنده كل الإمكانيات الكافية لرد أموال المودعين والثانيا لأنه فعلا ما بيتحمل للحال لأنه في جهات أخرى كمان ساهمت بتبديد أموال المودعين أنا شايف هذه الخطة هي خطة أنا أريدها كلها خطة ككلام عام أوكي جيدة بالنسبة للزراعة والصناعة وتغيير النمو أوكي ولكن في قلبها القطب الأساسية أنا برأيي اللي هي مشكة المشاكل من سيتحمل خسارة هذه الخطة توزيع بالخسارة ما في توزيع هي عام بتحمل الخسارة فقط للمودعين بالدرجة الأولى ومن ثم على المصارف وهذا أمر منه منطقي لأنه اليوم أنت تجي أنا بدي أشتب أموال أو ديون المصارف التجارية على المصرف المركزي علم أنه المسؤول عن ديون المصرف المركزي وفقاً المادي 113 من الدستوري يمين هي الدولة الادنانية طيب أنت اليوم الدولة الادنانية أنت مسؤولة عن ديون وخسائر المصرف المركز لماذا تتحملها للمودعين عبر اكتطاع أو شطب أموال الكطاعة المصرفية هون نحن مشكلتنا الأساسية بالموضوع معرضتنا لخطة التعافي الأمور الأخرى نحن بعد ما نقشنا فيها لأنه أساسا مثل كل خطة التعافي بالعالم أنه بتحكي أمور عامة بدني آش ولكن فيما عرض لي أكبر اليوم مثلا نعطيك مثلا اليوم فيش زيارة الموفد الفرنسي موفد الفرنسي دكان على لبنان عم يجي بيحكي بطريقة أنا رأيي منها مقبولية عم يلحكي كأنه عاف الله عما مضى وطبع نحن نخلص أموال المودعين نخلص منهم والقطاع المصرفي أنا حسب ما شفت شو عم بيصرح وشو عم يحكي أنه قطاع مصري من إعادة هيكل أو إعادة إحياء نظام مصري في قطاع مصري في جديد طيب بالمقابل المودعين هيدفع التمن لحال وهذا أمر مرفوض وفيه جهات سياسية بلد رفضته لأنه منه مقبولي اليوم أنا اجي روح بالنهاية حمل هيدا المودع اللي صرره تقريبا 23 سنين عم يتحمل لحال جنال عمر كل خسارة روح له إياه أشتب عفا الله عم مدى ما بتمشي الأمور هيك هيدا مشكلتنا الأساسية مع خطل التعافي هلأ الرئيس ميقاتي بأحد كلامه مع لجنة المال والموازنة من أسبوعين تقريبا قاله نحن في عنا عم نفكر بفكرة صندوق تعافي استثماري نقو في الاستثمار نخفض عجزة الموازنة ومن ثم ننترك لمعالجة مشكلة الموازنة خير فكرة أنا اعتبرتها بس الدين النسبة رح يصير فيه تم استرداده من هذا الصندوق جيد جيد بس هيك فكرة اعتبرت أنا إذا طورنا هيدا الفكرة ممكن تكون هي جزء من حل ولكن مع كل أسف بعدها بأسبوع بصرح نائب صعد الشيم بلق لا ما فيه أي تغيير جذري على الخطة يعني بالتالي فيه تناقض بالخطابات أو فيه اتفاق على توزيع الأدوار بين رئيس الحكومة ونائب رئيس الحكومة أنا اللي بشوفه واللي بحذر منه إلى اليوم وهذا اللي بوجهوا عبر حضرتكن هون إلى اليوم كل ما يقدم من إصلاحات أو كل ما يقدم من خطة تعافي أو فكرة كابتال كنترول أو رفع سرية مصرفية أو أي موازنة عامة كله يحمل طرفين فقط النسبة الأكبر من الخسارة المواطن بالدرجة الأولى والمودع بالدرجة الثانية إن المواطن بهيك إصلاحات مع موازنة على سعر صرف صرفها وبعد الرواتب على الألف وخمسة أو زوائق أو مساعدات اجتماعية ما توصل لأكثر من 20% من إيمة الراتب وهذا حيدفع التمن كبير بموضوع الرسوم بدي يدفعها والقدرة الشرائية والمودع رح يخسر مصرياته بخطة التعافي وحيصير في تأثير على الاستثمار وعلى قدوم الرسمير وعلى أموال المودعين أيضا كبار المودعين يعني كلمة كبار المودعين هل في شغلة مانا كلمة سيئة وإذا كبار المودعين ما هو مستثمرين ما هو دخل أموال على بلد ما هو يكون مواطن مواطن شاكم بلبنان أو خارج لبنان شغلة تانية أهم نحن بلش ضد أنك انت تلاحق اللي هن متهمين يعني مثلا في قانون 44 ع 2015 عن التهرب الضريبي ممجود روح رائب أنت الموظفين بالكتاع العام عبر الإفراء غير المشروع شوف شو عندهم مصدر الأموال هو دي أرفع عنهم السرية المصرفية أما كشف السرية المصرفية عن كل من شخص عنده أموال بالبنك مين قال أنه عنده مصاري البنك يعني هو يجيبها بطريقة منا مظبوطة بعد ذلك في مستثمرين لبنانيين بقلب لبنان وخارج لبنان يشتغلوا بشكل سريم وفادوا الاقتصاد الوطني أنا هون معارضتي على طريقة مقاربة الأمور أنه عم بتساوي بين الجميع يعني عم بتساوي بين اللي هو مختلس أو اللي هو غلطان وبين اللي هو عم بحفز الاستثمار عندك بالبلد لهيك كل هذه التخوين اللي أنا عم شوفها وعم بقراها حتى خط التعافر عم بتنتراح إلا اليوم بعدها عم بتحمل الإخسارة كلها أو 3 تربع على المودع شوية للكتاع المصرفي والمواطنة حيدفع تمام بالنهاية اليوم كباحث وخبير اقتصادي اليوم أنت كيف بالنسبة لألك لازم تتوزع الخسائر بالعدل المنطق اليوم قبل ما أقول كيف تتوزع الخسائر يعني مين الجهة الأكبر تتحمل الجزء من الخسائر الكبيرة منتز أنا حقسم لك هي بشكل علمي منطق قبل أي أمر قبل أي أمر أنا بحاجة اليوم لمراقبة من صرف الأموال دولة لبنانية 100% بشكل الأموال صرفتها الدولة لبنانية مصاري الأموال كيف برم خلينا إذا بدنا اليوم إجا هالمودع اليوم حط هالمصاري طبعا بالبنوك وإستثمرتها خلينا نكمل لك الفكرة المودع أودع أمواله بالمصارف المصارف أخرج تعداد الأموال كس مين كس مضيانتوا للجمهور للناس للكتاع الخاص وكس مضيانتوا لمن؟ للمصرف اللبناني اللي هو مصرف الدولة واللي أعطاها للدولة اللبنانية اللي صرفتها على سياساتها الخاطئة بالكهرباء بالإنفاق إلى آخر فبالتالي أنا اللي عمقوله حتى قبل ما حط نسبي منطقية خلينا نشوف تسلسل الأموال شو راحها قطعة الخاص وسبب خسائر بتتحملهم المصارف يعني أنا اليوم المودع اللي عودة عند المصارف وراحوا ستسمروا فيهم خارج طاقة دولة تتحملهم المصارف في المطلق لأنه أنت اليوم هو دي مشكلتك صح مصرف المركزي أموال اللي أخدها من المصارف وعطاها للدولة بتتحملها مصرف لبنان والدولة ها أمر طبيعي فعشانك أنا ما فينا أعطيك رقم محدد بس طبعا بالمنطق اللي بيقول حسب ما شفنا ورينا وبعض التقارير أن الدولة ما يأخذ أكتر من 62 مليار دولار من المصرف المركزي يعني أكتر من 62 مليار دولار من الأموال المدعين يعني إذا بدأت حسب اللخصارة كلها يعني أكتر من 65% أو 70% من اللخصارة بتحملها الدولة بالمنطق الطبيعي بس حتى ما يجزون برقم محدد حتى تكون واقع وعلمي نحن بحاجة لا تطقيق حسابي لحد الأدنى ما بدأ لك تطقيق جنائي تجي شركة دولية حقيقية موثوقة تابعا بتبين معهم بكل بساطة هذه الكشفات شو اللي خرج للكطاع الخاص وشو اللي راح للدولة وفقا لهذا الموضوع ولمين راح للدولة لأي جهة جيد جيد منروحنا حتى قبل بنقول لأي جهة مننا نحول اليوم الدولة بشكل عام المشكلة وبعدها منروح نقسم الطريقة لكيفية مساهمة الدولة بهذا الأمر هلأ شو اللي عم يحاول يستدو فيه أول شي ضحوا بالمودعين ضحوا بالمودعين عبر الهرقات اللي صار ومن ثم عم بحاروا قد يكون بالخطأ قد يكون بأسطوب اقتصادي خاطئ لأنه اليوم انت شو اللي بيحكم سياسة يا بلدي بالخطأ مليارات دولارات أكيد أكيد فيه فساد أنا ما أعمل كلهم يعني اليوم يمكن يكون فيه سياسة خاطئة يمكن يكون فيه سياسة مقصودة نعم هيدا كل بحاجة كمان حتى ما أتهم جزافا هيدا بحاجة لقضاء حاسب حتى ما أطلق أحكام مسبقة أنا ضد لي بيطلق الأحكام المسبقة بدرجع لنقطة الأساسية اليوم انت بيتيجي تقول لي هيدا الدولة اللبنانية اللي هي استعمت هيدا الأموال بهذه الطريقة تم فيه اليوم فيه وزارات قامة بحد ذاتها واضح الخلل فيها يعني النتيجة النهائية بيغضل نزع عن أي موضوع تضقيق قضائي كلا صرفت ضمن الأطل اللي عندي صرف أنت صرفت هيدا الأموال طب شو النتيجة الاقتصادية سفر يعني مثلا قطاع القهرب ببساطة بدون أي توجه أنا معم التهم ولا فريق سياسي أبدا ويخلي كل فريق قدم للقضاء ورئه قانوني بهذا الموضوع ولكن قطاع بيأخذ من مصر فردنان 27 مليار دولار بعشر سنين وغير اللي بيأخذهم من خزينة الدولة طيب آخر شيء بالنتيجة ولا ساعة قهرب بلد إذا فيه فيه فشل بإدارة هيدا الكطاع طب هيدا بحاجة حتى نعمل نحن إعادة تقييم لهيدا الوضع حتى ننطلق من جديد لكيف ما نصبح نتعرفي إلى الجباية مئة بالمئة بس كمان المبلغ هيدا اللي صرف يمكن يتحمل مسؤوليتم هذا من من أن نحاول نشوف قدي نسبة أموال المودعين باللوصرف على القهربة حتى نحملوا لهيدا الكطاع من نروح لأمور أخرى بشيك الدولة كانت تشرف على موازناتها من وين من دائما في عجز بالموازنة من أموال المودعين كيف كانت ينعمل تناسب للاستراض والتصدير وعجز المزاني التجاري من أموال المودعين كان برأيك مصر في لبنان كان قادر يرفض طلبات الدولة بعدم تمويلها هلأ تبين اليوم أنا بالدرجة أسملك الفكرة وهم يبين معي نحن لدينا اليوم سياسة اقتصادية عامة حط الحكومة نعم من هذه السياسة اقتصادية العامة ينبثق سياسة أساسيتان بالبلد السياسة المالية والسياسة النقدية السياسة المالية هي سياسة الموازنات ولأسف عشتنا 17 سنة مدون موازنة وجانا عملنا قطع حساب بعد 17 سنة وعندنا نهلم كنا نصف عقادة 22-17 سنة هذه الحالة ممكن تفرجيك يعني كل واحد يفهم بالمحاسبة أدي الخلل بالنفقات والإرادات إلى أدي العجز اللي صار عرفت اللي عام قطع حساب 2017-2018 تبين معهم بعدين بعد سنتين أنه في 27 مليار دولار مش نبينين وين مش نبينين هو دي غير أنه غير العجز والخسائر في 27 مليار دولار بالبلد مش معروف كيف نصرفه وين نصرفه لأنه ما كان في عنا موازنات تبعيد خلل بشيزي نوقف عليه و27 مليار وين نجابه من أموال المودعين من أموال الدولة من الخزينة ما نعمل دراسة واحد اثنين هيد السياسة المالية قلناها خللها السياسة المقضية اللي بيرسمها المصرف المركزي وليه السياسي اللي إلي عليها بعلاقة المصرف المركزي مع المصارف قطعا كان فيه أخطاء بالتعاطي بكذا التفصيل كان فيه براعات لبعض الضغوط السياسية بمكان ما بمواضيع اقتصادية ونقضية بالبلد ولكن مثلا الموضوع تثبيت سعر الصرف كان ينزل بالبيان للوزارة الحفاظ على استقرار الليرة يعني كان فيه سياسة حكومية عن تدعي لتثبيت سعر الصرف فيه جهة المسؤولية طبعا فيه تأثير بس ما فيني كمان ما حمل السياسة النقضية ينتبه لما هم بقول سياسة نقضية أنا ما عم بتوجه لشخص لأنه أنا ضد بتوجه لشخص السياسة النقضية يمثلها المصرف المركزي والمصارف والمصرف المركزي لا يتألف من شخص واحد يتألف من مجلس مركزي ويتألف من أربع نواب حاكم ويتألف من مدراء عمون بشيركو بالاجتماعات المجلس المركزي وكل هؤلاء المدراء ونواب الحاكم ينتمون لكل القتل السياسي بالبلد كمان بنفس الوقت يعني ما حشان ما حمل شخص واحد بس المسؤولية لما يقول لك أنا عم بنتقد السياسة النقضية أنا عم بنتقد المصرف المركزي والمصارف بأسلوب تعاطي بالملف النقضية يعني واحدة مننا خبوا الأزمة عن الناس أخروا الأزمة بطريقة كان لازم ينرفع سعر صرف الدولار في 2012 تدريجيا تدريجيا لما أقرأينا الموازنة هالضغط اللي كان موجود على البلب بعدم دخول الرسميل بأسباب سياسية وضغطات سياسية كان كمان بيستدعي يكون واضحين ورفع سعر الصرف في مكان ما وضبط الأمور هيدا صرفي خلال ما إذن بحمل السياسة النقضية جزء من المشكلة بجبروح للمشكل الأكبر السياسة المالية لحكيتك الخطأ الفادح بلغة بالصرف على القادر إصناع شرية لأن قادر إصناع شرية استثنائية سمرينا فيها لفترة طويلة وخسرتنا أبا بالغ والخطأ الأكبر بالكوى السياسية اللي عم بتكرر السياسات الاقتصادية بالبلد اللي بتشتغل إجبالي تثبيت سعر الصرف يعني واحدة من الشروط هي تثبيت سعر الصرف لأي حكم اثنين والأهم طبعا أنت الحكومة لا عملت زراعة ولا عملت صناعة ولا اشتغلت على التمويل الزراعي ولا التمويل مم يتحمل مشكلتها هذي صرفنا ما عملنا إنتاج بم يتحمل مسؤولية الكوى السياسية اللي حكمت بالبلد اللي مقدرة تعمل قوانين حقيقية اللي تتوجه نحو الزراعة والصناعة بكل شيء أنا عم أسملك الأمور بكل شيء ما فيه بدون ما توجه ضد أي فريق سياسي أنا أنا باعتبر حتى نحن نحط بدا نضلنا على علاقة ممتازمة لا 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 أنا ما بقصد هيك أبدا بش بوضع علاقة ممتازة مع الكل أنا عم بقصد أنه هذا القضاء بحدد بين المتهمين يعني لا أنا ولا أنت ولا حدا هذا بحاجة لقضاء شفاف عادل يكون عن جد عنده سلطة هو بحدد لك كل واحد شو بيتحمل مسؤولية لأنه هذا أمور بحاجة لتطقيق وبحاجة لأكيد أنا مع التطقيق الجنائي بس تطقيق الجنائي وين بش بس بمصر فردنان بكل الوزارات بنفس الوقت يعني بش بمصر فردنان تنطلق من عنده وين راحت الأموال ونرجع نشوف الأموال كيف نصرطت كل حوالي وين راحت شو مية بالمية بهادة الطريقة حتى ما أتهم جزافا حدا بشكل مسبق خلينا نروح يا جماعة بكل واقعية وبعدها بنجي بنقول فلان مخطئ وفلان مصيب فلان أهدر بس إما تحط لكل الأمور بمكان واحد خاص بالسياسة النقدية لحالة أو حتى بالسياسة المائية لحالة بود ببرق الحكومات عبر السياسة الاقتصادية اللي هي بتعمل السياسة المائلية والنقدية لأ لو يكون في خلال كبير وما بيخدق لحال حقيقي لمن هون بنطلق إلى فكرة أنه نحن نحاول نحمل شخص واحد المسؤولية أو قطاع واحد المسؤولية هو ظلم وهو تضييع للحقيقة وتضييع للحل أنه بس أنت تضيع الأسباب أنت عم تضيع شو عم تضيع الحلول لحتى تعمل الحلول بشكل صح أول شكل بدك تعرفها الأسباب الكامنة وراء هذه الهدد لإلى اليوم للأسف عم بحاولوا يضيعوا الأسباب الكاملة الأسباب كما قلت لك الكل يتحمل مسؤولية هلأ بتقل لي المدع ما بيتحمل مسؤولية أنا بقل لك دي مدع تحمل بالمطلق موضوع الهير قط هو تلتة سنين ولكن بعد أنا فينا أعمل نوع من الهير دايت يعني هو شو خسن الفوائد يعني الفوائد العالي اللي كان يخدها ممكن نحنا بنرجع لكل سنة بأوروبا أو بالعالم كيف بيحطوا فوائد شو أخدوا فوائد عالية منحاول نزل هيدا هيدا للمدع هيدا كمان بنزل جزء من الأموال من الخسائر المطلوبة وبنزل رقم منيح كمان وعادل عادل طبعا عادل وحط رقمي نبقل فوق تلاتمئة ألف دولار حتى أعتبر تلاتمئة ونزول اليوم هني صغار موضة تلاتمئة وما فوق تاعوا نشوف حيش يستفدتوا هيدا بدر اثنان الحسابات اللي هي موظفين مثلا وفجأة معاشوا 2 مليون مو 10 مليون دولار كطاع العام من أين لك هذا مية بالمية هودا اللي حانوا كمان هذا ضروري ينفتح في التحيير كمان بينزل بنزل نسبة الخسائر إذن انحنا عم نلاقي الدولة عم نلاقيها عن نص عم نقلها ايه بتفيك تخسمي انت هون المصارب أكيب بها تتحمل الجزء قلتلك شو هتتحمل الكل شي راحك فيه من شريع الكطاع الخاص تسدد على الف وخمسة او تسدد على هذا مش مشكلة المودع هون مصر في لبنان بدي يتحمل لأنه كان وسيط بالعملية هو كان الراع الرسمي لتديين الدولة بالأموال والدورة تتحمل جزء الأكبر كيف طرحنا كتير حلول مش صندوق النقد غير صندوق النقد ما بدي لك ترسيم وحدود ان شاء الله بتصير لأنه هيدا أساس بالحل هلا بآخر الحل هنحكي نحنا هداش أهميته بس كمان أنا دائما من دنيته حضلني نادي الدولة اللبنانية تمتلك 30% اليوم من أراضي البلد كمشاعات إما موضوع اللي أدى عليها بعدها موجودة روحوا مرورة تثمير معمول بيع شي تأجير شي تشجيع للزراع شي تشجيع للصناعة لتأول استثمار والناتج المحلي ساعتها كل هيدا الأمور ممكن تسهم بعدين على مدى البعيب بحل مشكلة المودعين ولكن مخطئ من يظن انه في حل مشكلة المودعين ماليا ما في رقم هلأ بيغطي الخسائر انت بحاجة لمبلغ بصندوق استثماري يتطور هالصندوق بالاستثمار وبالناتج المحلي ومن ضمنه نخصص شيء لعادة أموال المودعين اللي هن فوقها 300 ألف ضد المئة ألف صغر المودعين صغر المودعين هلأ صارو 300 ألف يجب يكونوا من فوقها هؤدي كبار المودعين ممن روحوا حقهم فينا نشيركم بالتثمير بهيدي اللي عبحكي عنه فينا نفوضهم ضمن مشاريع استثمارية محددة نحفظ نحفظ حقوقهم ولكن بدككون التوجه بالأساس مش حل المشكلة ماليا حلها اقتصاديا زيادة ناتج محلي تفعيل الأموال إذا أنا عميه مصاري بهذا الصندوق بدي يوجهون صح يعني بدي حل مشكلة الكهربة مثلا بدي يروح أعمل تثمير بالزراعة والصناعة والسياحة والخدمات وغيرها بدينا التحتية ومن بعدا بنحكي عن حل مشكلة الشامل للاكتصاد كل اللي عميل حكي هلأ سألتنا موضوع الخطة كل اللي عميل حكي هو خارج هلأ السياحة عميل حكي جمونا 3 مليار من صندوق النقد وبس وبعدا بنروح بننبطح ومنسلم صندوق النقد شو ما بده واللي بده وبيجي بوصاية أجنبية بوصاية غير أجنبية يفرض عينا شروط مقابل شو 3 مليار دولار اليوم أنت هذا الصندوق اليوم الدولة اللبنانية جزء من الاحتياط الألزامي بالمصارف هو بيدخل دمن التثمير المصارف اللبنانية من موجوداتها بتساهم أيضا بجزء الدولة اللبنانية عندها مصاري هو ده حق السحب الخاصة بتحطهم فيه زي زي إذا أنت روحت لاتفاق مع صندوق النقد فيك كمان تدخلهم دمن هذا الصندوق وبلش تفعل القطاعات الاقتصادية بترفع الرسوم يعني مثلا منطق حدا يأخذ أرد ع 99 سنة أكرار الموزنة أقام ما شي بس بقية عايسة صرف وضع القطاع الموزنة كمان بدي انتباه لها اللبنحكي عنا بدي روح مثلا أنا اليوم بدي أول هيدا الصندوق الدولي طب الضرائب اللي عندها هل يعقل بعد في بلد اللي هلأ ما في عنده ضريبة على الثرب انت بأزمة كل دول العالم في عندك واحد بالمية ضريبة واحد بالألف يوم ما عم بفضل ولا ليرة للدولة من استفاء الرسوم طيب لاش هيدا واحد اثنان عندك ناس مستأجع عقارات من الدولة من مبارك زهيدة بروح بعمل قانون تعديل بعدلها بجيب موارد للدولة كنا طرحنا فكرة كان طرحها بالأساس الوزير السابق محمد شقير عن موضوع المطار انه بضع مستوفر كانوا من الطائرات الأجنبية بالليرة أنا كان طرحتها بأحد البرامج وكمان هو بقنا حكيها قبل وهلا اليوم راحت مجراها هلا راح مجراها الطبيعي على المجلس النيابي بتصربوا الدولار بتصرب لك يومية 700 ألف دولار كمان بالأمور بعد عم تستوفى على الف وخمسة طب في اشيك فيها نعملها قبل ما راحكي بأي حل خليني حسن ميزانية العامة صدقني بنجيب مبالغ صدقني أكتر من 3 مليار طوال صندوق النقد الدولي دكتور جباعي الكوى الأمنية حاول الدهم مصرف لبنان وبحثا عن حاكمه وشاهدنا تحرك لنقابة الموظفين فما هي تدعية هذا التحرك وأعلان الإدراب المفتوح للموظفي مصرف لبنان هلا نحن اليوم من المزولة الأزمة الموجودة بالبلد طوال الأمور بحاجة البعض الروي بالتعاطي اليوم اذا بدي افتح اي ملف بدي افتح ملف شامل ما في نفتح نحن لفت جهة محددة قلتك بايه الجهات فأنا عم نحكي من شوي هذا أمر بحاجة لحل شامل والموظوع ما ننشوف نحن الكل اللي أخطأ وما أخطأه وإذا فعنا نأخطأ أو ما أخطأ وإذا قضاء بحدده شرط يكون في قضاء شفاف ويكون فيه كمان يعني حكي دقيق ويكون فيه كمان توازن يكون فيه عدالة بالتعاطي مع الملفات وما نفتح ونصوب باتجاه مكان ما لألك ليش بغض النظر أنا ما عم دافع عن حدا واللي بيعرفني بيحضر المقابلات السابقة أو بيشوف نقالاتي أنا أكبر المنتقدين للسياسات النقضية لمصر في إبنان بالمرحلة الماضية ولكن اليوم بعد كل شي صار شيئنا أما بينا بقي فيه بس المصرف المركزي هو الوحيد بمواجهة الأزمة يعني شيئنا أما بينا راحت الظروف لأنه الدولة خرجت لا سياسة مالية موجودة ولا سياسة اقتصادية مالغلدة ولا في حكومة عم تعمل حلول ولا في حد عم يبلغ مصاري بقيها المصرفي في المركزي اليوم هلأ شيئنا ما بينا أنت عبر منصة سارفة عم بيحاول يأمن لك بعض الدعم للطحين وبعض الدعم للبنزين وسعر القهربة وسعر القزة وسعر القزة وللأفراد وبعده عم بيحاول يأمن بعض الأموال للمودعين هو القطاع المصرفي أنا ما أقول أنا ما أقول كيف هيدا الأمر ولكنه بعد اليوم في جهة موجودة بعدها عم بتواجه الأزمة لمصلحة من ضرب عيد الجهة بالوقت الحالي ما بعرف اليوم اللبنان إذا نحن تخيل أنت هلأ بكرا في نحن وبطل في منصة سارفة بمرة أدي بسور الدولار ما فينا تكرام ما بطل على تكرام ممكن نوصل لأرام خيير عم بحكي واقع وعلمي وحد يطعم الخبر يكذبني إذا اليوم منصة سارفة اليوم بطل تتدخل اتأمن دولارات للتجار وللمستوردين لبعض الأفراد شو ممكن يصير بسعر سارفة الدولار تلقائيا حيرت تحقيق عم خيير هلأ بيتقل لي أنا ما عم بيسألك عال سبب المسبب عمل لك واقع حال اليوم شاك واقع حال اليوم إذا مصر في لبنان خرج من اللعب كليا شو ممكن يصير بالدولار وممكن يصير بالدولار من بعد فيه هد البلد أنت هلأ مش بس على مستوى سعر الصرف كمان على مستوى التحويلات الخارجية طبعا تحويلات الخارجية وتأمين الاعتمادات الاعتمادات للطحين وللبنزين ولخير الموظفين للمقاصر 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 للناس تقدر لو تبقى آخر الشهر جلو أنت ما فيك تجي تقول لجهة أنت متحمل كل المسئولية وانت بدك دلق تقوص عائد الجهة تجريها لأيدي الجهة هلأ إنما بدك تعمل محاسب وكتعمل محاسب للكالي بدك تكون فيه قرار بالبلد عم بحكيها بكل تبقى أنا ما بحكي سياسي أنا بحكي اقتصاب منطقي ومني دوت حدا ومني مع حدا وبيحترين الجميع ولكن بالواقع بدك تروح عند الكل حبيبي بتعمل ساعتها ملاحقة شاملة يتفضل كل حدا مسؤول عن ملف هو بعب ما تعمل انت تدقيق جنائي حقيقي ويبين معك مكان من الخلل كل بدي تحصل أنا مع المحاسبات ولكن نحن نهجي مع مكان ما ونترك بيئة الأمكان هل هذا عدل لأنه عدل ولأنه حق ولأنه منطق ولأنه اقتصادي دكتور قد بعد عنده قدر يستمر بصيرف المركز لك مصر في إبنان استنزف كتير اليوم خلنا نكون مواضحين عم يخسر بالليوم من 25 إلى 30 مليون دولار شأنها ما بينها لأنه بالنهاية ما عنده كتير أموال يجيبها حتى يحط بصيرفة أو يجيب مصاري الـ 61 نعم فهلأ ما بدي يفوت أنا بأرقام وتفاصيل لأنه أنا برجع أقول يعني الأرقام لا بس هيك كرؤية كرؤية رؤية أنا بشوف أنه صعب بعد يستمر كتير في هذا الظل الحالي شيئنا أبعينا وصينا على توقيت صيرفة حاول ما نوصل حاول نعمل حلول قبل ولكن مصر في إبنان بعض الأحيان مثلا لا ما بدي يفوت بهذا المبدأ ممكن يكون عام يلجأ للسوق بمكان ما لحتى يجع عب سالفة بمكان ما أنه قد يكون مضطر أنه ما في عنده أي حال تاني بيستفيد يكن من بعض الجهات الدولة اللبنانية اللي بعد عام تنتج مثل مؤسسة طيران لبنان وغيرها وبعض اللي قزنوا لبنان وغيرها عبر الموازن بس اللي بعرفه أنا أنه اليوم عام بعاني مصر في لبنان بشكل كتير كبير أصلا اليوم هو صار صعب بعد يكمل بهذه الطريقة لا فيه وفاق سياسي ولا فيه اتفاق على حكومة وتضارب بشكل بشطبيعي بالبلد وكل يوم فيه مشكلة لا هذا أمر ما أنه سليم اليوم مصر في مركز قلت لك هو آخر سلاح في مواجهة هذا الدولار شيئا ما باين بالمهار الحالي هلأ أنا رأيي اليوم نحنا صار لازم لأن مرة واحدة لبنانية فقروا مضبوط نحنا لازم نتوجهها بشكل صحيح نتضامر نتضافر عادي الجهود لا حتى اليوم أنت بمعركة أنت بمعركة بحاجة أنك تحل الأمود بشكل سلس أنا ما عم برق أحدا من الخطأ الكل مخطئ ولكن اليوم أنت بمعركة حساسي كثير يعني هلأ أنت بعد شهر شهر ونص رايح على استحقاق انتخاب رئيس جمهوري طيب افترض ما ما صارش فيه حقومة وما صار فيه انتخاب رئيس جمهوري بشكل سريح وواضح اتفاق مع صندوق النقض ما رح يصير السهل أنه الإشار اللي عم يطلبها صندوق النقض كتير عميقة ما رح يتم والاتفاق حدت كما تذكرت ما رح يغير ما رح يغير كتير طيب بيه عنا نحنا أنا برأي وأنا مقتنى باقي للفكرة أنه نحنا عنا حل واضح هو موضوع النفط والغز هلأ بيتلع جينا بموضوع ترسيم الحدود إيه ولكن هيدا منطلق منطلق منه بعد شو منطلق أساسي اليوم لحتى يعالج المشكة هلأ أنت اليوم فانا وضع صعب وضع مأساوي ممكن نوصل بكة مصر في الدانة لمرحلة فعلا معاش يقدر ستا شب تعمل أدرسوا حراطة الخبز أدرسوا حراطة الخبز أدرسوا حراطة الخبز وضع صعب وضع صعب وضعنا حينا وضع صعب وضع صعب لأنه مشكل المشكة مش بس اقتصادية اقتصادية على سياسية ذا هيك هالأمور منها هي بالمنطلق السياسية تنحلك الشي بالسياسية وقرارات سياسية والحقومة هلأ أوكي بموضوع سعر الصرف صار اليوم بعض من عملة سايرفة صار نقضي اقتصادي أبو تضخ على سايرف أبو تضبط السعر هالأمور التانية طبعا بيحاجة لوفاق سياسي بس اليوم كل وفاق سياسي بتتم كل تصريح سياسي كل عمل سياسي معين بتأثر على سعر الصرف شوي بأثر شوي بالحكي لأنه بيعطي شوية سئة بأثر عرضه الطلب اليومي أنا عم بحكيكي استراتيجية باستراتيجية لا ما بأثر يوم دولار عرضه طلب قدي انت كجهة رسمية قادر تضخ دولار قدي فكتوبة سعر الصرف لأنا نعتبر وقفة صارفة هلأ وقفة صارفة وصرفة وفاق سياسي وصرفة دولار وصرفة فوق الخمسين فوق الخمسين شوي أنا إذا صرف وفاق سياسي بدون مصاري وعملنا وفاق سياسي فيش مال شو بتسوي ما بنزل الدولار إلا دولار ما فيك تنزل سعر الدولار إلا تأمن دولار بالمقابل اللي بيحتاجوا هذا الدولار هذا واقع علمي منطقي يعني ما بدوا التنين يحكوا فيه هذا دولار لأمن الاستراد أمن الاستراد لأمن حاجات الناس اليومية لذا إذا ما أمنتوا وعنده وفاق سياسي ومنتفقين وأحباب وما فيه مصاري أين أصبحنا بموضوع ترسيم الحدود وبرأيك عمل النفط والغاز هو رح يساعد لحل الأزمة اللبنانية ولا رح يكون بخطر أولا بالموضوع الترسيم حسب معرفنا آخر الشهر جاي وشتاين مرة تانية على البلد هلأ في كتير حكي إنه والله حدا بقول إجابي حدا بقول سلبي عم نسمع مثل هالناس يعني وإذا الموضوع بس الواقع اليوم هذه معادلة جديدة بدك لي انتبهها بكل وضوح اليوم شو هي سمحت سيد حسن نصر الله أمين العام الحزب الله أعلن معادلة جديدة إنه لا يمكن للعدو الإسرائيلي أن يقوم باستخراج الغاز والنفط من أي حقل من حقوله قبل أن يقوم لبنان بالتنقيب والبدء بعملية الاستخراج فيما بعد هذه معادلة برأيي غيرت الموازين بالتفاوض وأنا برأيي هذه منطلق قوي للبنان مع احترامي لكل التصريحات اللي أنا يعني بيستغرب مرات منها اليوم أنت منطلق قوي ممكن يدفع الوسيط الأمريكي والعدو الإسرائيلي اللي يجي على الطاول اللي يدفوض بشكل أسلس مع لبنان لأنه أنت اليوم في شيء يردع تخيل ما أنت حبيب اليوم أنه ما في عندنا هذه قوة الردع شو اللي كان بيمنع يكون تلسيم حدود مثل لبدء على الرأم واحد مثلا إسرائيل أو كانت عملت من زمان استخراج بشكل دقيق للنفط والغاز لأ أنت عندك قوة الردع لبنان الذي يتمسك أنا ما عم قول نترك المفاوضات أنا بالعكس نحن مع الدول اللبناني ومع المفاوضات ومع أشياء أمور طبعا ولكن كمان إذا أنا عندنا قوة قوة حدا قادر يحميلي ظهري ويقويلي موقف التفاوض أنا لازم يتمسك فيه هيدا موقف التفاوض جدا أنت اليوم شو اللي بقية بس ما إحنا داخليا كمان ما إحنا نتفقين ما هيدي مشكلة ما إحنا نجب نتفق اليوم إنه نجب نتفق شو بدنا ما ننتفق شو بدنا لهيك هيدا الموضوع أنا شايف اليوم بعضه شيء قرار الداخلي ما عم نقدر نتفق عليه هلا عم دي نجب نتفق عليه نجب ننتفق شو بدنا لازم نروح لترسيم إنه ما مجرّبنا نروح بكل بساطة وبعد أنا برجع بقول لك هيدا قوة الردع بتبمن لك تاخد حقوق مهمة بموضوع النفط والغاز حتى ما إني ما قال لك هتاخد كل شيء الدائمة التثروي النفطية عنها هلا لك أنا كنت أطلعك مرة برقم بعض الأشخاص قالوا صح مش صح أنا بتساعد بحل الأزمة أنا واجب أعطي أرقام وفقا للدراسات التي تجي عالميا يوم في حقل ظهر المصري في مصر بقلب و 30 تريليون قدم مقاعب من الغاز نعم حوالي 5.5 مليار برمين من النفط تقديرات باية المنطقة تقدر الثروة ب 550 ل 600 مليار دولار على مدى 20 سنة وأكثر يعني أنت نفط وغاز بدك وقت لبطلعهم صحيح بلدنان حسب شركة شركة إيطالية شركة سبكتروم أيضا يجي عملوا مسح خارجي وعام بقولوا قد التقييم أكثر من 32 تريليون قدم مقاعب من الغاز يعني أكثر مما تمتلك نصر بالغاز عن بيك هلأ نفط ما عندي معلومة قداش حدا يبقول من بلا في حوالي 650 مليون أي بلو كثير أكثر هلأ بلوك 8-9-10 وفي حدا يقول بلوك 4 بقى البغاز ونفط ما عندي فقر مني خبير نفطي انتبه يعني مني خبير نفطي أو مني حتى قداب الزبط فيه كاكيمي 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 عم تنحكى بلوك عم نجيبها من براغة دراسات العالمية الواقع وحتى لبنان عنده نفط بالمر أيضا فإذا ثلو النفطية بين البرب والبحر قطعا فوق الـ 500 مليار دولار بلوك نعم تخيل مانا بديش لك بس بديش لك 500 مليار أنا توقعاتي 500 مليار خييني يكون مخطئ يا خيي بس الحد الأدنى فوق الـ 200-300 مليار دولار للبلد حسب كل التقديرات الموجودة شو ممكن يعملوا بلوكنا يفوت منهم 10 مليار سنوية بس لعندك قدام ممكن يساهموا بحل المشكلة إذا قديرت صح لأنه انتبك كمان بالمقابل ما كمان اليوم إذا صار في عنا كمان تسييس ومحسوبيات إذا بدي أخذ هذا المبلغ لحتى طف الخسائر ماليا مثل ما تلقى ما بدي ما بدي استخدمها بالاستثمار بدي أخذها بالاستثمار الحقيقي التغيير النواط القائم بيقول لك بيعملوا حل جذري للمشكلة الاقتصاد انت لح اليوم ممكن تروح على مشكلة خبز مشكلة كهراء موجودة نعر عام ما فيه دولار عم يطلع إذا انت عندك فرصة استراتيجية تستغل هذه الثروة وانتبه بيقول لك انه بدك من 7 إلى 12 سنة من اللحظة لي بيكون لبنان ابتداء من اليوم إذا اليوم أقرينا بس دعيني اجابك حبيبي إذا لبنان أخذ القرار وقال أنا كدولة لبنانية أنا عندي هذه الثروة في البحر اتفاعت مع شركات اللي بدأ بالتنقيب طلقائيا تصنيف لبنان الاقتناني عالميا بيطلع لانه الثقة تطلع من CC- بصور BBB بلاس ليه؟ انه الثقة بتاعها بالمجتمع الدولي بلبنان بصورة تلك المؤسسات الدولية تعطيك كروض بدنا عندها تنبطح وتنقم الدام صندوق الناقض كمال 3 مليار صدقني صندوق الناقض بصورة يتمنى يجي يستثمر معك بالنفط والغاز مثل المصاري اللي حصله غيره فهذا بيعمل معادلة سريعة قبل موضوع الاستخراج الدولي متلقائيا تبدأ الارتدادات الاقتصادية السليمة والناشحة لحل المشكلة بلبنان الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي شكرا لحضورك معنا اليوم شكرا حبيل متابعي سبوتشوت لهم توصل نهاية حلقتنا شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء شكرا لحسن المتابعة مقتل حسنا ترجمة نانسي قنقر